الوصفة بتاعتنا فراخ بصوية في البطاطس على الكنون كلها طبخة واحدة ورزة احمر حب وحب ارايكم بقى في الجمال والنعناع على اخضر الجميل ده من الجنينة يلا تابعوني ونشوفوا الطريقة بتتعمل ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ يا رب التونه بخير انا بشر كل اللي دخلوا القناة ودعموني طيب النهاردة انا رجعلكم بوصفة جديدة وجميلة وكل مصري بتحباه مفيش اختلاف برضو عليها ايه هي؟ البطاطس بالفراخ في بطاطس في الفراخ في الفرن وفي بطاطس بالفراخ في ايه؟ في العادية يعني بالشربة وبتاع لأ انا عملالكم النهاردة بطريقة جديدة طريقة الطبخ الواحد ماشي؟ طيب دلوقتي احنا هنشوف معانا الادوات والمقاديل معانا ايه؟ معانا الفراخ مخصولة بالخل واللمون متنظفة وكله تماما معانا طماطم ومعانا بطاطس مخصولة ومتأشرة ومعمولة ايه؟ ترانشور معانا توابل ومعانا دسم حيواني اي حاجة بقى يعني ايه؟ اللي هو اللي الدهن العادي ماشي صنم جمل ماشي براحتك بس مهم ان يكون حيواني عشان الدهون الطبيعية زي ما بنقول في كل فيديو في ايده ومغزين ومعانا بصل ومعانا قرنين فلفل للي يحب اخضر تمام تمام كده البطاطس بالفراج معانا رز ومعانا طماطم للرز ومعانا معلقة ايه؟ زيت احنا انامل برضو الرز النهاردة بطريقة مختلفة هنعمله رز حبة وحبة ماشي برضو تابعوني وهنعرف الطريقة ازاي حيوانية الافقيناء ـ جمع ماذا رزس كنة بدل وقت انا ولعت اهانيه لي اهاني هعمل عليك كباية شاية جميلة فقا العصري كده كباية شاية العصري دي باشيجنبة على الولا وهبدأ الوصحة ايه زي ما تفعلنا زي ما تفعلنا زي ما تفعل السميون دي الغمق أو الدسم طبعا اللي بيعمله دايت مانومش ده عربية ايه 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 ليجرو ماشي؟ سوف تقضح وارجع لكم تاني عشان ما طولش عليكم الفتر سوف نقلب البصل بالبسم الحيواني لحبة الزيت عشان ما يجمد عندما يبرد سوف يأخذ تشريحة جميلة عندما يأخذ تشريحة سوف أعود لكم تاني هركب يا ضد وبصل طيب انا هعمل ايه دلوقتي الخطوة اللي جاية؟ ركزوا معايا حلوة وركزوا معايا قوي عشان الفراخ ما تبقاش معاكم زفرة ولا فيها ايه اي حاجة هروح مسكين الفراخ الجميلة بتاعتنا رميناها على الدسم والبصل بتعمل ايه؟ تاخد تشويحة تتحمر كزا احنا ما نتعاودين نديها صدمة عشان ما تنزلش دم ولا تنزل ايه زفرة في الاكل اللي بيبع القصعة بالفراخ البسم هيواني ندي بتعمل ايه؟ يدسيها كده يديها صدمة كده حلوة تحمريها ايه؟ تحمروا كده جميل وما تزوديش عليها في التحميل عشان بصلة متفرج هحمرها واجيلكوا تاني هقطع الفلفل على البصل على الفراخ على الحياة ايه؟ دلوقتي ايه؟ تشوحت براج بتاعتنا الجميلة بالفلفل والحاجات بتاعتها طيب هنحط ايه؟ نحط التوابل الملح والكزبرة والكمون والفلفل لصم دي ايه؟ توابل دي ايه شنا هنحط روح اتين الطماط أشاهد موسيقى 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 الرز الحبه الحبه بتحط اقدامك بتحط الرز حبه حبه يعني اتخذ حبه رز موسيقى موسيقى الرز خاد لون جميل معانا ما يغمقش عن كده ومايبقاش هابيض عن كده. اللون ده جامل. اللي هي بتديله بقى ايه? آآ كفة كده وريحة ودمان وكل حاجة. بعد الكريمة هخط الطماط. ده بتاع ايه? انا عايز اقولك انها راحتها جميلة وتقفة. اهو. فراخ تستوي تماما. طيب انا عايز اقولك على حاجة. طبعا الفراخ احنا مش هنقدمها كده. ليه? عشان في ناس مش بتحب الفراخ بطارية. كده اقبعوني. وانا هقولكو عليها ايه دلوقت. وكده البطيس استوت. والفراخ استوت وكله تماما. هنغطي عليها. وهقولكو عالت ركاية الجميلة هتعجبكم ان شاء الله. ايه نوسها بتاولع يا رجالة. انا حطت الفحن. لقيت الولا عمل ولا ولا ده هو ولا ده جمال ولا ايه? تطوروه انتم بازا ما تطوروه. بصوا بصوا نوسها بتاولع والاكل بيهولع والحالة بتيهولع وكله جميل. ده هو اكبر عليك. اروس الفراخ الجميلة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده. دي التركاية الجمدة اللي انا قلت عليها. خط الفراخ عشان بس الفراخ ما تبقى الزفرة. وزي ما احنا شايفين كده. اخدت لون جميلة اهو. ورحة الكانون. عايز اقول لكم شكلها تحفة. جميلة اه? ماشي? نقلل بالوش التاني. مع بعض. اهو. ايه رايكو بقى? ركاية جمدة. عشان ما تبقى الزفرة. ما تبقى مطرح البلاطس. بالعكس ده خدت كل رحة التوابل. وتحمرت على الفحن. فبقى الجميلة بقى. بتدي لون جميل. اهو. زي ما احنا شايفين كده قدامنا. اهو. وكده خلاص الرز بتاعنا تشرب. والفراخ اتحمرت. والبطوطس استوت. اكلة سهلة وسريعة ولزيزة. ونتقابل ان شاء الله عند الغرفة. ودلوقت يا جماعة النهاردة كانت وصفتنا الجميلة الجمدة الممتازة. انا عايزة بقى تعلاقاتكو. ولو الطبق عجبكو. وياريت الاشتراك وسبسكرايب كده. وحاجات جميلة زيوكو. ايه راييوكو بقى بشكل الطبق الجميل. على الله يعجب. سلام. اشتركوا في القناة